بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر ماشين Elements Design 1 نستكمل مع بعض Chapter 11 Mounting Parts onto Rotating Shafts وبنشوف الكي اللي بعد كده اللي هو بنسميه Woodruff Key وبنلاحظ هنا ان هو واخد نصف دائرة الشكل ده كده ده طبعا بيسهل في حاجات كتير زي مثلا It's useful on tapering shafts in shaft ends بيسهل في عملية self adjusting بيضبط نفسه ذاتيا خاصة في tapered shaft او الاعمدة المسلوبة The depth of the key way weakens the shaft من العيوب بتاعته انه طبعا العمق هنا بيبقى كبير فطبعا باضطر ان انا اعمل المجرى او التجويف ده في العمود فبيضعف من strength بتاع العمود عندي النوع اللي بعد كده اللي هو round keys ودي بتاخد شكل دائري او شكل استواني key ways may be drilled and reamed after assembly of the mating parts هنا طبعا ده الجزء اللي راكب على العمود وده العمود الجزء المشترك ما بينه هنا ثقب الثقب ده انا ممكن بعد ما اركب الاثنين مع بعض اعمل له drilling يعني اعمل drilling نفسها الثقب نفسه ثم عملية rimed اللي هي عملية تشطيب ناعم اكتر بحيث ان انا لما ادخل ال round key هنا يكون محكم وبالتالي يمنع او يعمل prevention او prevent لل relative motion ما بين الاثنين وبالتالي القدرة بشكل احسن usually considered to be the most appropriate for low power drives من الواضح طبعا انه هو غير قادر على نقل قدرة كبيرة فبالتالي بستخدمه لل low power drives tapered pin is held in place by the friction between the pin and the reamed tapered holes بسبب الفريكشن بيحافظ على مكانه ما بين الاثنين وممكن طبعا ان انا يكون التركيب بالشكل ده كده او ممكن يبقى رأسي بالشكل ده والثوق بيبقى نافذ في كلا العمود والجزء اللي راكب على العمود طيب عندنا بعد كده ما يسمى بال splines ايه هي splines طبعا في بعض الاحيان sometimes keys are made integral with the shafts طيب بتتعمل integral يعني الكي بدل ما احفر له حفرة هنا واركبه لا انا بعمله integral يعني متكامل مع العمود بالشكل ده طب ايه الداعي لكده في بعض الاحيان key واحد فقط بيكون غير قادر على تحمل القدرة التي يتم نقلها وبالتالي هيحدث لي انهيار في الحقيقة انا مضطر ان انا اعمل اكتر number of keys عدد من الكيز ده هيت بحيث ان هي تنقل القدرة المنقولة لكن ده طبعا كل مرة هعمل تجويف في العمود هيضعف منه عشان كده عملناها integral مع العمود بالشكل ده كأن انا عندي عمود وعملت فيه number of keys ده ده واحد اتنين تلاتة وهكذا فعدد كبير such shafts are known as splined الاعمدة بهذا الشكل بطلق عليها splined shafts طيب الفايدة بتاعتها ايه بقى او الميزة اللي انا اخدتها من الكلام ده ايه اول حاجة كل البروز هنا في العمود بيقبله تجويف هنا في الجزء اللي راكب على العمود وكل تجويف هنا في العمود بيقابله بروز هنا في الجزء اللي راكب على العمود فبالتالي الاتنين انجاجد مع بعض لو دار العمود بالتالي هيدور الجزء اللي يراكب على العمود لكن في ميزة هنا إضافية لما يكون عندي الجزء ده قابل للحركة هنا دي ميزة كبيرة جدا ان الجزء ده اللي راكب على العمود قابل للحركة في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده ومن ثم الدوران مع العمود في كلا الاتجاهين ده طبعا بيفيدني لما يكون التورك أو عزم الازدواج أو الالتواج دهوت اللي أنا بنقله مقارنة طبعا بالحجم بتاع العمود يمكن حجمه صغير وانا عايز انقل القدرة كبيرة فبالجة للسبلاين شافتز والميزة الثانية طبعا اننا وي اوبتين اكسيال موفمنت اللي هي دي او الحركة في اتجاه المحور بوزيتف درايف بوزيتف درايف يعني ايه اللي هو الانجيجمنت اللي أنا قلت عليه ان كل واحدة عاملة انجيجمنت مع التانية كل تجويف بيقابله بروز من الناحية المقابلة والعكس صحيح وبكده نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة